السلام عليكم. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتعرف ازاي ناخد مجموعة بيانات من صورة بدل ما نقعد نكتبها من الاول على الاكسل. وبعد كده نقدر نحولها لجدول نقدر نشتغل عليها ونعمل تشارت ونستخدم البيانات اللي موجودة جواها بكل سورة. معكم محمد عزد. وان شاء الله النهاردة هنعرفكم الجزء ده بالتفصيل. تابعوا معنا. اول حاجة افتح اي براوزر عندي من هنا. في الجزء بتاع السيرش اكتب اي حاجة حضرتك عاوز تعملها. على سبيل المثال هنكتبنا هون تشارت. وز داتا تيبل. هنيجي على الجزء بتاع الامج ده. نضغط على الامج. عشان بس يزهر للنتاج اللي متعلقة بالصور. فعلى سبيل المثال هو هنا مطلع لي بيانات كتيرة او صور كتيرة هي. فانا عجبني مسلا الصورة اللي موجودة عندي في الشكل ده. وعاوز اخد الداتا اللي موجودة فيها. بدل ما حضرتك توقع تكتب الداتا دي من الاول وجديد عشان تغير الشكل ده. لأ انت ببساطة هتيجي من الكيبوردة تضغط ويندو وشفت واس. وتيجي على البيانات اللي انت محتاجها. بصوا لاحظوا انا جيت هنا دكترت البيانات بالشكل ده. ووقفت عليه. وعملت select. هو كده اخذ صورة من الكلام ده في الكليبورد. اصبح ان اللي موجودة عندي دي صورة. بالزبط. طيب نتأكد ازاي انها صورة. هتيجي هنا. وتعمل run. وهتيجي هنا. وتكتب ms paint. وتضغط enter. هيفتح لك الرسام بتاعي. لما هنعمل بيست هنا هنلاقي ان الصورة اللي موجودة عندنا اللي احنا خدناها من الكليبورد موجودة. فبالتالي الدياتا هو سحبها على انها صورة. او بمعنى صح هنخدنا تمام? طيب. هنيجي بعد كده نعمل ايه? هندخل هنا. على البرنامج خاص بالكسل. الخطوة بس اللي هي بتاعة الرسام دي. او paint. علشان بس اكد لحضرتك ان دي صورة. طيب. نيجي بعد كده. انا لو انا جيت عملت بيست هنا هيعمل لالي بيست علينا صورة. لأ انا مش عايز للجزء ده. هاجي هنا عندي في التبويب اللي هو اسم ده ده فوق. هنلاقي فيه عندنا هنا حاجة اسمها ايه? جيت. اند ترانسفورم داتا. طيب. في الجزء بتاع جيت انترانسفورم داتا ده انا ممكن اجيب داتا من اي مكان. سواء كان من ملف تيكست اقدر احاولها لإكسل. او من الويب اقدر احاولها لإكسل. او هنا من الجزء اللي هو ايه? من صورة. طيب. هاضغط هنا وهنفتح مع بعض. لو الصورة دي من عندي موجودة عندي على الجهاز. لو صورة متسايفة عندي على الجهاز اقدر استدعيها. وهو برضو هي ايه? هي هيكمل بقية البروز على. طيب الصورة دي دلوقتي موجودة عندي في الكليب بورد. في المحفظة بتاعت الايه? الزاكرة بتاعتي. حلو? فهضغط عليه. هو هنا هيفتح البان بتاعت الداتا فروم كيتشور وهيبتدي يعمل اناليسز للصورة. طيب. هو لما اجيه عمل اناليسز لها. بص له هنا في شوية حاجات. ظهرت معايا. طيب. هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها ريفيو. ريفيو دي بتظهر في حالة واحدة. ان فيه بيانات منك محتاجة مراجعة. اللي هي عامة بتبقى لونها باللون الايه? الاحمر ده. في المثال التاني اما اوضحها لكم اكتر هتشوفوه. طيب. انا ممكن اعمل ريفيو لو انا حاجة اراجع. او اقول له انسيرت على طول لو انا ايه? محتاجة تنزل عندي في الايه في الاكسل. هضغط على انسيرت. فهنا بتأكد بقول لي فيه حاجة عايزة ايه? تتراجع. هل هتخش تراجع عليها ولا انسيرت انيوي? هقول له انسيرت انيوي. هيدفها اللي عندنا في الاكسل. طبعا البيانات دي نزلت عندنا بالشكل ده. فانا هاجي هنا من هوم. هعلم على الدياتا بالشكل ده. وبعد كده اختار فورمات اس اتيب وباختار نمط الجدول اللي انا محتاجة. وبعد كده اقول له اوكي. ده في حالة اللي انا عايز احولها لايه? لجدول. طيب. بعد ما انا بحولها الجدول قدر الدياتا دي اعمل عليها حاجات كتيرة. احنا الوقت المحتاجين ان احنا نحولها للشارت. فانا هاجي هنا من انسيرت. وهنختار اي شكل من الاشكال اللي موجودة قدام حضراتكم. طيب. انا لو انا عايز على سبيل المثال. كل من شارت. فانا اختار الايكون دي. وكتحتها كل الانواع اللي متاحة. طبعا لو انا عايز من هنا. فهختار وهلاقي كتحتها كل الانواع المتاحة. طيب انا عايز افتح البنل كلها او الايتمز كلها عندي كلها. وبعد كده اختار الحاجة اللي اتناسبني. طيب. هنضغط على الايكون دا عين. هيفتح لنا كده اولد شارت. نقدر نختار اي شكل مناسب من هنا. ونقدر نعمله على سبيل المثال اختار مسلا. في هنا عندنا انماط كتيرة جدا منه عين. اختار مسلا على سبيل المثال النمط ده. اقول الستايل ده. اقول له اوكي. فهو هنا كده عمال لي ايه? بالشكل ده. طيب. ده انا قدر اعدل عليه. ببساطة هنا فيه عندنا عاجة اسمها طبعا علشان قدر اتعامل مع الحاجة دي لازم يكون محدد الاول او الشارت اللي انا هشتغل عليه. طيب. حاجة هنا. اختار لنا شارت ديزاين. ايه اريد اصلا ميتعلم عليها. هنلاقي فيه عند حضرات حاجة انا اسمها كونجل اي اوت. اختار تختار منها اي اوت جاهز من هنا. بعد كده حضرتك ممكن تغير برضو الالوان ايه لو الالوان دي مش عالباك. في عندنا تاني انا ممكن اغير نفسه بتاع الاتشارت اللي انا نزله. اولا. في هنا عند حضرات كتيرة ايا. قدر تختارنا بينهم. ده كده باختصار ازاي تقدر تحول الاتا اللي موجودة في الصور. لملف بتاعك. وبعد كده تقدر تستغل لها انك انت اه تعملها او تعملها على فده على حسب ما انت عايز. هنجرب بقى مثال تاني على تانية. نشوف الجزء بتاع الريفو ده هيتعمل ازاي? هنرجع تاني مع بعض. نفتح البراوزر عندنا. هنحاول نختار صورة من هنا تكون شكلها معقبات شوية. على سبيل مثلا اختار الصورة دي. اتفقنا هنعمل ويندو وشفت واس من الكيبورد. بعد كده هحدد الداتا اللي انا محتاجها ايه? بعد كده هنفتح مع بعض الاكسل. خلينا نفتح شيط جديدة من تحت. وبعد كده على التبويب داتا. هو هيعمل انا نفس للصورة. وهيقدر يطلع لنا الداتا. المرة اللي فاتت قلنا لما بكون في داتا عندنا عايزة مراجعة. هو بيعلم لك عليها باللون ايه? الاحمر. وبتظهر لك الايه? البطن بتاع او الزرار بتاع الريفو. طيب. خلينا نجرب كده مع بعض. وبعد لحظه هنا عمل ازاي? كبر لك الصورة على الحتة اللي عايزة مراجعة. حلو قال لك هدي اسم ايه? فانا بقوم معدله هنا اقول له اكسبت. قال لك الرقم التاني ده خمسمية زيرو. هنا دي تلتمية سبعة وينت زيرو. هنا دي اهي. وينت كزا. فانا بس بعدل الحاجات اللي هو بيقول لي لو من فضلك راجع عليه. هي لو هي مظبوطة زي الرقم ده بقول له اكسبتها على طول عادي. الرقم ده مظبوط اكسبت. الرقم ده مظبوط خمسة وعشرين وينت زيرو اكسبت. هنا هو خلص كل الايه? الحاجة. فانا هنا اقفل مكان اللي انا عايز انسرت الداتا فيه. وقم اقيل له انسرت داتا. انسرت الداتا نزلت عندي بالشكل ده. وبعد كده لو احنا حابين تظهر عندنا في شكل وخططات بيانية. هنيجي نعلم عليها بالشكل ده. وهنيجي هنا من انسرت. هنختار ونختار اي شكل شرط مناسب بالنسبة. نيجي بعد كده نجرب لو احنا هناخد الحاجات دي من صورة من عندنا على الجهاز. هندخل هنا على البراوزر. هنختار هنا داتا. اي 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 عند حضرتك. خش على زي ما عندنا المرة اللي فاتت. هنا داتا قدامنا ايه? هنسايف الفايل ده. نقول له سايف. بعد كده هتيجي تفتح الفايل ده من هنا. يفضل ان حضرتك تقوم بشايل الحاجات اللي مالهاش لازمة في السوق. بمعنى هتيجي تعمل كروب او هنا على الداتا بس اللي انت محتاجها اللي هي دي. وهتيجي تعمل كروب. وتقوم ايه اللي وحفظ. حيث انه هو لما يعمل لها امبورت يبقى عامل امبورت للداتا بس. ما يبقاش فيها عندك حاجات زيادة. هنفتح مع بعض الاكسل. زي ما اتفقنا احنا عملنا جديدة. هنختار من هنا من التابويب داتا. المرة دي بدل ما اجابها من الكليب بورد لقد انا جابها من اين? من فايل. احدد الفايل بتاعي وقول له انسيرت. وهيعمل انانسل للصورة. طبعا الخطوة دي بيحتاج ان يكون عند حضراتك انترنت على الجهاز. هو على طول الايام اهو. فيش اي مشكلة خالص. فيش حاجة اللي في الريفيو. هنقف في المكان اللي احنا عايزين نانسيرت في الدياتا. وهنقول له انسيرت. هيضف هم لك زي ما حضرتك شاهد. عايز بعد كده بقى تحولهم لتيبل. تعلم عليهم بالشكل ده. انسيرت. اختار تيبل او من اللي هوم تختار فورمات ازا تيبل وتختار شكل التيبل اللي انت محميه. فبعد كده انت متتعبش نفسك ولا تكتب حاجات. هو الاكسل الببساطة يقدر يعمل لك ايه الجزئية دي. اتمنى ان الفيد ده يكون عجبكم. ان شاء الله لو في اي اشتفسارات او في حاجة انتم حابين نقدمها لكم. فحضركم اتبه لنا في الكومنتات وان شاء الله هنرد عليكم في فيديوهات قادمة. سلام عليكم.